بسم الله نكمل على اللي بدأناه الفيديو اللي فات لما تكلمنا عن ايه هي خصائص الترانزاكشن عندي وقلنا ان الترانزاكشن ليها اربع خصائص مهمين جدا واللي ممكن نحن نلخصهم فيه أسد طيب قال لك والله بناء على الكلام اللي قلناه ده قال لك ان الاتوميك او فكرة ان هي ان الترانزاكشن دي تتنفذ بشكل في اوتوميسيتي بالنسبة لي قال لك والله ان هي الترانزاكشن دي ان انا عندي ترانزاكشن تحتوي على مجموعة اوبريشن فكنا قلنا ان هي اما تتنفذ كلها مع بعضها ويحصل في الاخر كمت يا اما نياه ما تتنفذ خالط على امل او لو حصل فيلير في النص يقدر ان هو يعمل رول باك ويتنفذ من الاول وبالتالي ما ينفعش ان كمت يحصل في نص الترانزاكشن قبل ما بقيت الاوبريشن بتاعتي تخلص فدي فكرة الاتوميك تاني حاجة ريالابلتي ان هو ما عندوش اي منع مفيش اي مشكلة خلص ان انا يحصل عند فيلير اثناء مرحلة التنفيذ او اثناء مرحلة الاكسيكيوشن بتاعتي ولكن على امل واحد بس وهو ان لما يحصل عندي مشكلة يكون السيستم بتاعي هو ريالابل لدرجة ان هو لما يحصل مشكلة يقدر ان هو يرجع يشتغل بشكل كونسيستنت تاني فده ما يعني هو لما جيه يقول لك قال لك انا ما عنديش اي مشكلة ان السيستم يحصل فيه فيلير ولكن يبقى السيستم قادر ان هو يريكوفر لي الموضوع ده على اساس ما يبقاش في اي فلير عندي تاني حاجة وهي الكوريكت اكسيكيوشن طيب منين جات الكوريكت اكسيكيوشن قالك ان انا اصلا شغال ديستريبيوتيد وبما اني شغال ديستريبيوتيد فانا عندي مالتوب اليوزر والمالتوب اليوزر ده بيحتاجوا من هما يأكسسوا الديتابيس بتاعت دي فانا عايز ان هما لما يشتغلوا مع بعض يشتغلوا مع بعض بشكل كونكيرانسي وما يحصلش بينهم اي اخطاء فبالتالي يبقى فيه كوريكت اكسيكيوشن ما بين كل اليوزرز دول وده كان اصلا فكرة الايزوليشن ان احنا قلنا ان هو ما عندوش مشكلة ان انا يبقى عندي فيه اكتر من ترانزكشن شغالين مع بعض فيه بينهم انترليفد هما شغالين بشكل برل مع بعض ولكن ان الناتج بتاعهم في الاخر يطلع كوريكت او صح وي كأنهم شغالين مع بعض بشكل يديني في الاخر نفس الناتج وكأنهم كانوا شغالين مع بعض طيب عظيم جدا هما خلاص اشتغلوا مع بعض وكأنهم كانوا شغالين سيريال وما فيش ما بينهم اي مشاكل حصلت فيه الاخر ثالت حاجة وقالك ان الكورريكت مانجمينت للريبليكا ايه هي؟ قالك ان انا لما كنت بقسم الديتابيز عندي في الاول كنت انا عندي نوعين اما ان انا بقسمها فراجمنتس اما بيبقى فيه ريبليكيشن عندي فانا باخد نسخ وابدأ ان انا وزعهم واعمل لهم ديستريبيوتيد على اكتر من داتابيز فقالك هي برضو بتضمنلي فكرة ان الريبليكا دي لما بتتوزع ويحصل لها مانجمينت بيكون بالصورة الصحيحة حلو جدا قالك بقى ما تجي نتكلم عن الاركتكتشر بقى بتاع الترانزكشن ده وهو بيحصل طيب في الاول والطبيعي خالص ان احنا عندنا ترانزكشن الترانزكشن دي بتحتوي على مجموعة اوبريشن بالراحة خالص الاوبريشن دي محتاجة تتنفذ فالطبيعي ان انا اول مرحلة خالص قبل ما نفذ ولا اوبريشن منهم ببدأ ان انا اعمل اللي استيطس دعت هي بجين ترانزكشن دي اول حاجة بالنسبة لي والله الترانزكشن دي ممكن يكون فيها بقى ريد اوبريشن يحصل عندي كمية في الاخر خالص لما الترانزكشن دي تخلص ممكن يحصل عندي فلير او يحصل عندي ابرت في النص فقالك ان الترانزكشن دي هي ممكن يكون فيها شوية حاجات ولكن استيل عندي كل اللي انا عايزة اقولهلك ان انا هنا في مرحلة البجين أنا ببدأ طيب أنا ببدأ ببدأ أعدي على حاجة اسمها transaction manager هو اللي ده اللي بيبدأ يمانج مجموعة الترانزاكشنز اللي بتحصل عندي يمانج مكان تنفذهم هم هيتنفذوا على صية واحد ولا صية اثنين وصية ثلاثة هو المسؤول عن كل حاجة بتتم داخل الترانزاكشن دي حلو جدا طيب الترانزاكشن مانجر لما بيبدأ أنه هو يستقبل الترانزاكشن اللي عايزة يتنفذ دي في جيد ترانزاكشن سامو عليكم أنا عايزة نفذ مجموعة الابريشنز اللي عندي خلاص عناية تعالي عدي على السكادولر بتاع السايت اللي انت عايزة تشتغل فيه خلينا نتخيل ان احنا هنا شغالين سنترلايزد سنترلايزد يعني أنا ما عنديش غير داتابيز واحدة وكل اليوزر بأكسيسه عليها عشان ينفذوا الترانزاكشن اللي هم عايزينها فأنا جيت كترانزاكشن مانجر ما عنديش ألا سكادلر واحد لإني ما عنديش ألا داتابيز واحدة بس وفي موجودة في سايت واحد فبدا إن أنا بعمل لها سكادول بتبدأ إن هي تستقبل كل الريكوستات اللي عندي وتنفذها مع بعضها حلو جدا طيب لو أنا شغال بقى ديستربيوتيد قالك طيب لو أنا شغال ديستربيوتيد فمعنى كده إن أنا هيكون عندي سايت ستانية وبالتالي خلينا نتفق إن كل سايت قاعدة عامة أنا عندي هنا داتابيز والداتابيز دي موجودة على سايت خلينا نتفق إن كل سايت عنده ترانزاكشن مانجر خاص به وعنده سكادلر خاص به فمعنى كده إن أنا لو شغال ديستربيوتيد ما ينفعش إن كل واحد يكون شغال في معزل عن التاني لإن لو فيه سايت حصل عنده تغيير في داتا معينة فكده لا الداتا دي مش هتسمع في الباقي لو ما عنديش الترانزاكشن مانجر والسكادول الخاص بكل سايت فبالتالي قالك إن أنا عندي أكتر من سايت وكل سايت عنده ترانزاكشن مانجر خاص به وعنده سكادلر خاص به ويبدو بيبقوا مربطين مع بعض فمعنى كده إن الترانزاكشن مانجر اللي عندي في سايت واحد ده هو يقدر يكلم السكادلر اللي موجود على سايت اتنين والسكادلر اللي عندي يقدر إن هو يكلم الترانزاكشن مانجر اللي موجود على سايت تاني فكده الدنيا تربطت ببعضها فقالك خلاص تعالي أوضح الموضوع أنا كيوزر بستخدم Application Within GUI عن طريق الGUI عن طريق أن أنا ماسك Mobile Application في إيدي والموبايل Application ده بقدر أن أنا عايز أن نفذ مجموعة Operation فخلاص هبدأ ترانزاكشن جديد نفس الفكرة اللي اتكلمت عنها هنا هبدأ ترانزاكشن جديدة فيها مجموعة Operation read write abort وفي الآخر يحصل عندي end of transaction سواء كانت commit أو abort أي أن يكون إيه اللي حصل حلو هيددأ إن هو يروح للترانزاكشن مانجر سلام عليكم أنا عندي ترانزاكشن عايز أنفذها طيب وريني كده فتح كده جيبك وريني الترانزاكشن اللي معانك دي فيها إيه لأن الترانزاكشن اللي موجودة دي فيها مجموعة Operations read write وأبورت وشوية حيات كده طبعا هو مفيش أبورت في الأول بس يخدنا نتخيل إن هي مجموعة Operations عبارة عن read write قال له خلاص روح للسكادلر هيبدأ إن هو يوزعك ويعرفك طريقة الشغل بتاعتنا ويبدأ يشتغل يشوف من الترانزاكشن اللي هتتنفذ الأول من اللي لها بريورتي أعلى فيه اسلوب كده إن هو يستقبل بيها الترانزاكشن ويدخلها على البروسيسور عشان تتنفذ حلو طب ليه recovery manager ما احنا قلنا مش شرط إن أنا بدأت transaction إن أنا في الآخر إن الترانزاكشن دي كلها هتتنفذ معايا بالصورة الصحيحة ممكن يحصل عندي مشاكل حلو طب لو حصل عندي مشكلة وجيت حصل عندي failure في النص فالمسؤول إن هو يرجع للـ consistent state ثاني هو recovery manager فأبدأ إن أنا عمل recovery وارجع الـ result بتاعته للـ يرجع الـ result بتاعته للـ transaction manager والـ transaction manager يبدأ إن هو يوديها لـ user application ويبدأ يعرضها له ويشوف النتيجة اللي هو عايزة كل ده بيتم في ثواني أو في ملي ساكند كمان بس دي هي الـ hierarchy اللي بتمشي بيها transaction بالمثل لو انا شغال Distributed احنا اتفقنا من شوية لو الرسمة لسه موجودة هنا قلتلك ان كل سايت عنده ترانز اكشن مانجر خاص بي وعنده سكادلر خاص بي لواحده بنفس الطريقة انا عندي هنا ده هنعتبر ان هو سايت واحد وده هنعتبر ان هو سايت اثنين وكل سايت عنده الترانز اكشن مانجر الخاص بي والسكادلر الخاص بي والريكافري مانجر الخاص بي جي يوزر واحد على سايت واحد حاب ان هو ينفس ترانز اكشن الترانز اكشن هتبدأ ان هي تعدي على الترانز اكشن مانجر اللي عنده يبدأ يشوف وريني الترانز اكشن اللي موجودة عندك انت عندك مجموعة اوبريشن بس انا كترانز اكشن مانجر احنا شغالين خلاص Distributed فممكن ان الحاجة اللي انا عايز انفزها دي ممكن تتنفس في سايت واحد او ممكن يكون طبيعة الابريشن اللي موجودة فيها بتتطلب داتا من سايت تاني وبالتالي هبقى محتاجي ان انا سافر لسايت تاني عشان ننفذ لي مجموعة الابريشن اللي موجودة في الترانز اكشن بتاعتي طيب ده هنا السبب الاساسي ان انا ربطت الترانز اكشن مانجر والسكادلر بتاعي السايت التاني وربطت السكادلر بتاعي بالترانز اكشن مانجر الخاص بالسايت التاني فبقى كله مسمع مع كله ليه لسبب واحد بس ان انا ممكن اكون الترانز اكشن اللي عايز انفزها دي هي بتتطلب داتا موجودة في سايت تاني فدي كل الفكرة طب وليه الريكافري مانجر لك خلاص احنا عرفنا ان الريكافري مانجر هو دوره ان انا لو حصل عندي اي فيلير في النص يبدأ ان هو يريكافر لي السايت بتاعي لاخر كونسستانت استيت كان واقف عليها ويبدأ ينفذ الابريشن تاني والترانز اكشن تاني من الاول حلو جدا ولما يخلص يرجع الريزلت للسكادلر والسكادلر يرجع الريزلت للترانز اكشن مانجر ويبدأ ان هو يرجعها لليوزر ابليكيشن وينوتو فايلي يقول له خد بالك انا جبت لك الريزلت ايه ابدأ شوفها حلو طيب قالك هنا عندي في مرحلة الترانز اكشن مانجر انه بيكون عندي الديستريبيوت الترانز اكشن اكشن موديل هو ده المسؤول اصلا عنه الترانز اكشن مانجر والريبليكا ان احنا لما قلنا ان الترانز اكشن مانجر بيبدأ انه يبص فيه الترانز اكشن دي يشوف والله يوررني الترانز اكشن بتاعتك هل انت عبر عن ان انت معمول لك فرجمنتشن ولا معمول لك ريبليكيشن ويشوف ايا فيها ايه حلو طيب الاسكادلر الاسكادلر اصلا احنا عرفنا انه دوره هو بينظم دخول الترانز اكشن على البروسيسور مثلا فيبدأ ان هو يحافظ على فكرة الكونكرانس بتاعتي ويعمل ما بين مجموعة الترانز اكشن اللي عندي دول يعمل ما بينهم تزامن عشان يكونوا شايفين بعضه وما يحصلش اي كونفلكت من اللي احنا قلنا عليهم قبل كده طيب والريكافري مانجر قالك ان ريكافري مانجر هو المسؤول عنه اللوكال ريكافري بروتوكول عشان لو حصل عندي اي فلير يقدر ان هو يريكافر للفلير ده على طول في نفس الوقت لحد حالا كده احنا عرفنا ايه هو الحيراريكي بالتفصيل اللي بيمر بيه الترانز اكشن من وقت ما بتبدأ تنفيذ لحد ما تخلص نكمل ان شاء الله بقى الفيديو الجاي بعنوان الكونكرانسي كنترول نبدأ ندخل جواه ونشوف ايه هي التفاصيل اللي موجودة فيه ان شاء الله شوفكم على خير السلام عليكم